الحمد لله رب العالمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضوان الله عليه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغزي بالحرام فأنا يستجاب لذلك في هذا الحديث العظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرا في غاية الخطورة ينبغي على كل مسلم أن يكون واعيا وأن يكون حازقا لكي لا يتورط في هذه المزلقة إن أبو حنيفة رضوان الله عليه حتى تعلم ماذا خطورة هذا الأمر كان له شريك يسمى حفص وكان الإمام أبو حنيفة يعمل تاجر خز ويتاجر في الأثواب يعمل تاجر قماش وكان له شريك يسمى حفص وكان عنده ثوب بلغ ثمنه خمسة وسلاسين ألف جرهم فقال لشريكه حفص يا حفص إن هذا الثوب ثوب معيب وفيه من العيب كيت وزيت وهذا العيب لا يطلع عليه أحد من المشترين فإذا ما آتاك مشتر فدله على العيب الذي فيه حتى يبارك الله لنا في رزقنا فلا نطعم إلا حلالا وجاء مشتر إلى حفص فقلب الثوب بين يديه فأعجبه فاشتراه بالثمن الذي حدده له الإمام أبو حنيفة ومضى فلما عاد حفص إلى الإمام قال ماذا صنعت قال بعتم قال هل دللته على العيب الذي فيه قال والله يا إمام لقد نسيت قال ويحا فلتلتمس الرجل بكل سبيل ولتستدل عليه في كل مكان فإن أخذ الثوب على عيبه فهو له وإلا فليرده حتى يبارك الله لنا في ربحنا فلا نطعم إلا حلالا والتمس حفص شريك حفص شريك الإمام المشتري من أجل أن يستدل عليه في كل مكان فلم يستدل عليه فما كان من الإمام أبو حنيفة إلا أن فض الشركة بينه وبين حفص وأخذ المال كله خمسة وثلاثين ألف درهم في زمان كان فيه الكبش العظيم بدرهم واحد أخذ المال كله ووزعه صدقة في سبيل الله ولم يستحل أن يدخل جوفه درهم فيه شبهة فضلا عن أن يكون درهما من حرام لأن النبي الهمام صلى الله عليه وسلم قد قال كل لحم نبت من صحت أي من حرام فالنار أولى به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا الله تبارك وتعالى هو الطيب ولا يقبل أي شيء من خلقه إلا إذا كان طيبا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل في موطن من مواطن الدعاء يطيل السفر والصفر مظنة قبول الدعاء والنبي سيد الأنبياء أخبر أمن المسافر لا ترد له دعوة ودعوة المسافر فالمسافر لا ترد له دعوة حتى يعود فهذا رجل قد أطال الصفر فهو في موطن من مواطن الدعاء يطيل السفر أشعث أخبر قد ظهر وبدأ عليه أثر صفره وانظر النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن حال الحجيج في عرفات عندما يباهي رب الأرض والسماوات ملائكة بحجاج بيت الله الحرام وهم على صعيد عرفات فيقول الله مباهيا ملائكته يا ملائكة انظروا إلى هؤلاء كيف أتوني شعثا غبرا فقد بدت عليهم آثار الصفر شعثا غبرا لم يلتفتوا إلى ثيابهم ولم يلتفتوا إلى النظافة الظاهرة انظروا إليهم كيف أتوني شعثا غبرا وفي النهاية يقول اشهدكم يا ملائكة أمني قد غافرت لهم فالرجل يطيل الصفر موطن من مواطن الدعاء أشعث أغبر الحالة التي بيّننا سيد الأنبياء أن الله قد باهى بها الملائكة وهي حالة يستجيب بها الدعاء كما قال النبي رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر وهذا الرجل أطال صفر أشعث أخبر ثم هو مؤذب في دعاء يتأذب بآداب الدعاء فيرفع يديه إلى السماء يقول وهو يلح على ربه تبارك وتعالى يا رب يا رب يا رب فيها إلحاح في الدعاء والله تبارك وتعالى يحب الملحين عليه الله تبارك وتعالى يحب من يسأله ومن يلح عليه في الدعاء فهو يلحف في الدعاء فقد أتى بآداب الدعاء وبالمواطن التي يستجيب فيها الله للدعاء وبالصورة التي يحبها الله من خلقه من أجل أن يستجيب الدعاء ولكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم مطعمه حرام مشربه حرام ملبسه حرام غزية بالحرام فأنا يستجاب لذلك يعني فمتى يستجاب يعني لن يستجيب الله تبارك وتعالى لهذا وإن أطال صفرة وإن اغبر وجهه وإن تغيرت خلقته وإن تأدب في الدعاء وإن ألح على الله في الدعاء كما هو في الأثر عن موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم لما مر على الرجل وهو يرفع يديه إلى السماء يلح على الله في الدعاء فمر عليه موسى عليه السلام زمانا طويلا كلما مر على هذا الرجل وجده يرفع يديه يدعو ربه تبارك وتعالى وهو يلح في الدعاء فدعى موسى ربه يا رب لما لم تستجب له هل استجبت له فإن له زمنا طويلا يلح في الدعاء هل استجبت له فقال الله تبارك وتعالى لموسى يا موسى لن استجيب له وإن رفع يديه إلى السماء وإن أفنى روحه في الدعاء قال ولما لا يا رب ولما يا رب يعني لما لا تستجيب له وقد ألح عليك وأنت تبين لي أنك لن تستجيب له وإن فنيت روحه وإن بلغت يديه عنان السماء فلن تستجيب له قال ولما يا رب فقال ربنا تبارك وتعالى لموسى يا موسى في بطنه الحرام وعلى ظهره الحرام في بطنه الحرام وعلى ظهره الحرام ويحيا في الحرام فمتى أستجيب له فالله تبارك وتعالى لا يستجيب الدعاء بحال من الأحوال أبدا إذا كان المطعم حراما أو فيه شبهة وانظر إلى قول النبي مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام بالبناء لما لم يسمى فاعله غذي يعني هو لم يأكل بنفسه وإنما غذي وهذه فيها لفتة عظيمة للأبناء بقول سيد الأنبياء غذي فمن الذي يغذى إن الذي يغذى هم الأبناء بداية الولد ابنك أو ابنتك تتكون النطفة منك أنت من الأب وقد أكل الحرام فصار في معدته وتكون منه دمه وتكونت منه نطفته فكانت النطفة من حرام ثم هو يطعم مرأته من الحرام وهذا الطعام الذي في معدتها تتكون منه البويضة فتكونت البويضة من حرام ثم التقى الرجل بمرأته فأتت النطفة الحرام إلى البويضة الحرام فكانت البداية ثم كانت علقة ومضغة تغذى المرأة تأكل من المال الحرام ثم هو جنين في بطن أمنه يغذى بالدم الذي تكون من المال الحرام فغذي بالدم الحرام فلما وضعته جنين كانت المرأة تأكل من كسب زوجها الحرام فكان هذا اللبن ينبت من الطعام الحرام فغذته بلبنها من الحرام فلما فطماء أكل المال الحرام فأنا يستجاب لذلك فيقول النبي وغذي وغذي بالحرام فأنت تغذي ولدك بالحرام منذ أن كان نطفة ثم بويضة ثم علقة ومضغة ثم بعد أن صار جنين يرضع اللبن الحرام ثم بعد ذلك يفطم ويطعم الطعام الحرام كل هذا حرام في حرام ويصدق قول النبي الهمام كل لحم نبت من صح أي من حرام فالنار أولى به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكل الحلال أمر نادر جدا في هذا الزمان ويصدق في هذا الزوان وفي هذا الزمان وفي هذا الأوان قول النبي الهمام صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان وليس إلا هذا الزمان يأتي على الناس زمان لا يبالي فيه المرء ما أكل أمن حلال أمن حرام هذا هو الزمان لا يبالي فيه المرء ما كسب أمن حلال أمن حرام لذلك لا تتعجب ولا تستغرب عندما تجد الناس يرفعون أيديهم بأكف الضراعة إلى الله ربما بأسخن دمع وبأحر بكاء عندما يؤتل إلى المرء بلية أو تنزل عليه مصيبة من عند ربه تبارك وتعالى أو يبتليه الله تبارك وتعالى بالأسقام وبالأمراض فينطرح على عتبات رحمات ربه فيدعو إياه بأسخن دمع وبأحر بكاء وهو مع ربه صادق فربما دع الله تبارك وتعالى زمانا طويلا ولا يستجيب الله تبارك وتعالى له لا تتعجب عندما لا يستجيب الله تبارك وتعالى وقد تفشت الأمراض وقد أتت الأسقام لا تتعجب فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال وأخبر أطب أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة فإذا كان المطعم ليس طيبا فلا استجابة بحال من الأحوال للدعاء كما أخبرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإن فنيت روحك في الدعاء وإن بلغت يديك عنان السماء فلن يستجيب الله تبارك وتعالى الدعاء بحال من الأحوال وإن طال بك المرض وإن طالت بك الأسقام وإن ألحت في الدعاء وإن كنت ملحا في الدعاء على رب الأرض والسماء فالله تبارك وتعالى لم ولن يستجيب لأن المال ليس طيب ولأن المال من حرام الثوري رحمة الله عليه ورضوانه دخل يوما قرية وكان أهلها لا يتورعون بين الحلال والحرام فوجدهم يتسابقون في الوقوف في الصف الأول خلف الإمام الناس يتنازعون ويتسابقون وربما يتشاجرون أي كلهم يريد أن يقف في الصف الأول خلف الإمام فما كان منه إلا أن قال لهم كل من حلال وصل في الصف الأخير كل من حلال أطب مطعمك كل من حلال وصل في الصف الأخير لا عليك أن تكون متسابقا إلى الصف الأول وإن كان الصف الأول له فضل كبير ولكن هم يأكلون من حرام ما قيمت أن تتسابقوا من أجل أن تقفوا في الصف الأول والمطعم من حرام الصلاة ليست مقبولة عند الله تبارك وتعالى لأن المطعم من حرام لا يستجيب الله الدعاء لا يستجيب الله لا يقبل الله تبارك وتعالى ولا يتقبل الصلاة فكل من حلال وصل في الصف الأخير كما قال الثوري رحمة الله عليه إن أئمتنا وعلماءنا رحمة الله عليهم ما صاروا أئمة ما صاروا أئمة وما صاروا قادة إلا من تورعهم في أكل الحلال قلت لك أبو حنيفة يأخذ خمسة وسلاسين درهم خمسة وسلاسين ألف درهم في زمان كان فيه الكبش الكبير بدرهم واحد ويأخذ المال كله فيأجله صدقة في سبيل الله تبارك وتعالى ولا يستحل أن يدخل جوفه درهم واحد فيه شبهة فضلاً عن أن يكون درهماً من حرام أحمد بن حنبل الإمام إمام أهل السنة رحمة الله عليه ورضوانه ما كان يقبل لمسة الهواء ولا لمسة الريح إلا إذا كان الحل فيها واضحاً والحرام والشبهة منتفياً معدوماً وإلا فإن الرجل لا يرد ذلك رداً غير جميل وإلا ما صار أئمةً رحمة الله عليه في مرض موت الإمام أحمد رحمة الله عليه وقد غشي عليه وكان جائعاً فقال وقد استدين له بشيئاً من المال يرده بعد بعد أن يعافى استدين بمال واشتري له دقيق فقال عجل علي فإن لي سلاسة أيام لم يدخل فيها في جوف طعام رحمة الله عليه ورضوانه فأخذوا الدقيق كان صالح ابن الإمام أحمد إمام مثله غير أن صالح قد أتت إليه هدايا الأمراء وعطي الصلاة والإمام أحمد يتورع عن هذا المال الذي فيه شبهة فلا يقبله ولكنه لا يحرمه لأن والده سأله أحرام هو يا أبت قال لا يا والدي ولكن نفسي لا تقبله أخذوا الدقيق فعجنوه وكان التنور أي الفر في بيت ولده صالح مسجور كان موقدا عاملا بلهبه مشتعلا بلهبه فأخذوا العجين فخبذوه في التنور في بيت صالح بالسرعة فلما قد ما بين يديه أقبل الإمام أحمد قائلا كيف خبزتموه بمثل هذه العجلة يعني بمثل هذه الصرعة قالوا يا إمام إن التنور أي الفرن في بيت ولدك صالح كان مسجورا كان عاملا موقدا بلهبه وأنت فيما أمت فيه من الضعف فأتينا لك بالعجلة فقال نحوه عنه ورد الطعام وأمر بالباب الذي كان بينه وبين بيت ولده صالح فسد فلم يعب بينه وبين ولده اتصال ثم غشي عليه فلما أفاق وجد غلام يروح عليه بمروحة فقال له من أنت قال أنا غلام وعمك إسحاق ابن حنبل وكان إسحاق مثل ولده صالح أتت إليه هدايا الأمراء وعطايا الصلاتين فقال الإمام أحمد قم واغرب عن وجهه فلا أرى يمنك حتى أموت حتى لمست الهواء ونسمة الريح ما كان الإمام يقبلها إلا إذا كان الحل فيها واضح والحرام والشبهة منتفيا معدوما وإلا ما صاروا أئمة رحمة الله عليهم لا تظن أن ذلك خيالا إن زبده بنت الحارث أخت بشر ابن الحارث أتت إلى الإمام أحمد تسأله عن أمر عجيب بعدما سأزنت عليه ودخلت عليه قالت يا إمام أنا أغذله آتي بالصوف وأغزله في كل يوم طاقة أو طاقتين وأبيعه ثم آتي بالدرهم وما زاد عليه فأنا أتقوة منه رأس مالي درهم واحد أشتري به غزلا صوفا وأغزله ثم أبيعه والفارق وبالزيادة هو ما أحيا عليه ولا يتيسر لي في كل ليلة أن أغزل على ضوء المصباح وفي آخر الشهر مر عسس أمير المؤمنين بمصابحهم فوقفوا أمام البيت أمام الدار وصلتت المصابيح على داري ونحن في المحاق في آخر الشهر فجلست فوق الدار فغذلت طاقة أو طاقتين على ضوء مصابيح على ضوء مصابيح جند أمير المؤمنين فهل هذا الغزل الذي غزلت على ضوء على ضوء مصابيح أمير المؤمنين جند أمير المؤمنين حلال أم حرام فقال لها الإمام أحمد من أي بيت أنت قالت أنا أخت بشر بن الحارف فقال رحمة الله عليه لها هو حلال لكل الناس حرام على آل بشر لا تظن أن ذلك خيالا ولا من وحي الخيال فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يعلم الناس الورع وهو يعلم الناس الزهد بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته فيجد التمرت على ثراشه وهو جائع لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربط الحجر على بطنه من ألم الجوع يمر عليه الأيام ثلاثة أيام وما يدخل في جوف النبي من طعام لا يجد حتى من رديء الطمر ما يسد به جوعته بأبي وأمه صلى الله عليه وسلم وهو الذي لو أراد لفتحت عليه الدنيا وهو الذي عرض عليه وعرضت عليه الدنيا وعرض عليه أن يجعل له الجبلين ذهباً وفضة فقال لا يا رب أقوعوا فأصبروا وأشبعوا فأشكروا صلى الله عليه وسلم فيأتي جائعاً فيجد طمرة على فراشه فيرفعها النبي صلى الله عليه وسلم وله ثلاثة أيام لم يدخل في جوفه من طعام يجد طمرة على فراشه فيرفعها إلى فيه إلى فمه ثم يخشى يخاف أن تكون يقول فأتذكر أخشى أن تكون من طمر الصدقة فأردها وما الذي يأتي بطمر الصدقة إلى بيت النبي فمعلوم أن الصدقة أن الصدقة محرمة على آل بيت محمد فما الذي يأتي بتمر الصدقة إلى فراش النبي وعلى فراشه صلى الله عليه وسلم فيرفع الطمرة إلى فيه إلى فمه فيخاف أن تكون هذه الطمرة من طمر الصدقة فيردها ولا يأكلها لأمن باب الاحتمال إذا ما فتح لا يسهد إلا بيقين ولا يقينها هنا حتى يأكل النبي صلى الله عليه وسلم الطمرة بل يجد الحسين بن علي رضوان الله عليه يوما وقد رفع طمرة إلى فيه إلى فمه وهذه الطمرة كان الحسين خارج البيت كانت من طمر الصدقة فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ يا علي كخ يا علي أما علم أما شعر أما علم أن آل محمد لا يأكلون من الصدقة أما شعر أمن هذه الطمرة من طمر الصدقة وكيف يشعر الحسين بن علي وهو لم يتجاوز الخامسة من عمره رضوان الله عليه كيف يشعر ويقول لهم النبي مؤدبة أما شعر أما شعر أن هذه الطمرة من طمر الصدقة أما علم أن آل محمد لا يأكلون من الصدقة بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم فأكل الحلال أن يكون المطعم طيبا أن يأكل المرء من حلال حتى يبارك الله تبارك وتعالى له في ولده حتى ينبط لحم ولده من الحلال وحتى يستجيب الله تبارك وتعالى الدعاء أطب مطعمك تكون مستجابة دعوة حتى يستجيب الله تبارك وتعالى الدعاء لابد أن يكون الطعام من الحلال وحتى يعافيك الله تبارك وتعالى من الأسقام ومن الأمراض لابد أن يكون المطعم من حلال أما إذا ألح المرء على ربه تبارك وتعالى في الدعاء بين يديه يتذرع إليه وكان مطعمه وكان مشربه فيه شبهة فضلا عن أن يكون مطعمه من حرام فضلا عن أن يكون مطعمه من حرام فلن يبارك الله لك في ولده وإن كانوا كث ولن يبارك الله جلت قدرته لك في مالك وإن جمعت ما جمعت من المال ولن يبارك الله تبارك وتعالى في صحتك وإن أصابك الله بالمرض فدعوه فلن يستجيب الله لك دعوة نخذ اتصال اتصال مالو مالو هيا فهم فبدأ لي لو سمعت ما جاء فبدأ أنا كل ما ده ربنا عاد عربنا كثير أنه هو يضلقني بالخلفة أو مثلا يزلقني أي حاجة وانتك حقاش بحس أنه ربنا ما بيسمعش دعاية وهو ده بلسار ربنا ما بيسمعش دعاية الناس لو هو يعني انه زي ما يكون إنه هو عايز بس هو يبيعمله نعم يعني ربنا اللي هو عايزه بيعمله بيسمعش دوع الناس أنا بقدر يا ربنا كتير نوعية مني تكفل ومش بيحسن هو كلمة سمعني لا سمعك سمعك ازاي سمعك وعارف بحالك بقدر يا كتير يا شيخ وقولني بحسن الناس بكتير عليا مش بكتير واسع سمعوه الأصوات كلها اللفظة كلمة يعني بس هحرف بس في السؤال شي إن ربنا من سمع دعاية دعائي اللفظة دي من صح ما نقلهاش على ربنا اللفظة دي ما ينفعش أن نحن نقولها على الله تبارك وتعالى السيدة عائشة لما جاءتها المرأة المجادلة وأخذت تسر للنبي صلى الله عليه وسلم عائشة لا تسمع أنزل الله تبارك وتعالى قولة قد سمع الله قولة التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير السيدة عائشة بتقول إيه سبحان من وسع سمعه الأصوات كلها والله إن المرأة لتجادل رسول الله وأن في زاوية الحجرة ما أسمعها إلا همهما يعني أنا مش عارفة هي بتقول إيه فأنزل الله تبارك وتعالى هذه فالله تبارك وتعالى سميع بصير أما كون الله تبارك وتعالى لا يستجيب الدعاء فقد يكون فقد يكون عدم استجابة الدعاء بسبب أكل الحرام قد يكون عدم استجابة الدعاء بسبب أكل الحرام هناك مانع من الموانع التي تمنع إجابة الدعاء طيب إذا لم يكن هناك مانع يمنع من إجابة الدعاء يعني أنا أأكل من حلال ومطعمي من حلال وأتق الله في حياتي وأضع الله والله تبارك وتعالى لا يستجيب لي نعرف شيء أي مسلم على ظهر الأرض يرفع إيده لربه تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بلئبه إن الله حي ينستير يستحيي أن يرفع إليه عبده يدي ثم يردهما صفرا خائبتي الله تبارك وتعالى يستحيي من عبده إذا ما رفع إليه يدي أن يردهما صفرا خائبتي أي إنسان على ظهر الأرض بيدعو الله تبارك وتعالى إذا لم يكن هناك إذا لم يكن هناك مانع من موانع إجابة الدعاء مثل أكل الحرام مثل ظلم الناس ما فيش مانع يمنع من إجابة الدعاء والإنسان يتأدم مع ربه والله لا يستجيب حالة مع الله ثلاثة الحالة الأولى الأولى وهي أقلهم أقل شيء إن أنا أقول يا رب ارزقني بالولد فيرزقه الله بالولد يبقى ربنا تبارك وتعالى يعجل له يعج له استجابته للدعاء يا رب رزقني الولد رزقوا بالولد دي أول حالة من حالات دعاء ربنا يعجله تاني حاجة الله تبارك وتعالى يحب من العبد المؤمن أن يلح عليه في الدعاء الحديث أن العبد إذا دعا ربه تبارك وتعالى فترفع الملائكة الدعاء إلى الله تبارك وتعالى فيقول الله جل قدرته لملائكتي يا ملائكتي أقضوا لعبدي هذا حاجته وأجلوها له فإني أحب أن أسمع صوته التفت إلى هذا الملحظ الدقيق كل إنسان بيدعو الله تبارك وتعالى لو كان صالح أو طالح في الطالح الله تبارك وتعالى يقول أقضوا لعبدي هذا حاجته وعجلوها له فإني لا أحب أن أسمع صوته وفي الصالح الله يقول أقضوا لعبدي هذا حاجته وأجلوها له فإني أحب أن أسمع صوته وقد يؤخيق عطيق الله تبارك وتعالى لا يستجيب في الدنيا ويؤجلها للآخرة يعطيق بها أجرا وقد يدفع الله عنك بها شرا معنا اتصال أم منا والسلام عليكم والسلام عليكم والسلام عليكم لو سمحت فضلت الشيخ يعني لو حد ظلمني ظلم جامد إيه الدعاء اللي ممكن أقوله على أساس أن أنا أخذ حق منه تمام الحاجة السؤال التاني بعد إذن حضرتك دعاء الاستخارة أو صلات الاستخارة دباتي أنا هعملها مثلا لمشروع أمشي في المشروع ولا أستشيري الأول ولا إيه اللي ممكن أعمله على أساس أن أنا لا أخصر فيه ولا حاجة زي كده تمام اتفضل بالنسبة للسؤال الأول الإنسان إذا ظلم الله تبارك وتعالى يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم يعني الله تبارك وتعالى ما يحبش من أي إنسان يدعو على أي إنسان أيا كان إلا إذا كان هذا الإنسان مظلوم يعني لو دعيت إنت مظلوم ودعيت على الظالم لا حرج ولكن إن عفوت عنه فهو الأفضل ولكن إن دعوت عليه لا حرج أستخير ربه حتى في شراء نعلى يعني هشتري نعن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستخير ربه وما خاب من استخار وما ندم من استشاء الإنسان يستخير ربه حتى في شراء نعلى كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم طيب إزاي أنا أستخير ربنا الإستخارة اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي الأمر وعدين أقول إيه المشروع ده وسمي المشروع الزواج أقولي الزواج ده خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاجل أمري وآجله فيسره لي طيب وإن كان شر فاصرفه عنه يبقى الضاب بتاع الاستخارة التيسير والتعسير مش إن أنا أنام وشوف رؤية في المنام أو إن أنا ألاقي قلبي مستريح لشيء معين نفطرد إن إنسان أو إنسانة واحد بيحب واحدة وعاوزة تزواجها فبيستخير ربنا أقولك اللي قلبي يمين ليه بعد ما استخير ربنا تم شيء طبيعي إن أنا بحبها فقلبي بيميل إليها وهي كذلك تحبه فقلبها يميل إليه يبقى يميل القلب لا شيء طيب الرؤية ليس لها علاقة إن أنت تشوف رؤية في المنام خير أو شر ليس لها علاقة أمه ليه هو الضابط للاستخارة التيسير والتعسير زي ما النبي قال فيسره لي لو خير يسره لي لو شر اسرفه عنه يعني إيه أنت بتقولي عاوزة تعملي مشروع طيب أنا باستخير ربنا قبل ما بعمل أي شيء قبل ما بعمل أي شيء وبعدين أبتدأ أنا استخرت ربنا أبتدأ أأخذ إجراءاتي في بدء المشروع طيب أي مشروع له دراسة جدوى أنا أعمل له دراسة جدوى حتى من قبل ما استخير جيت أبص نزلت الأرض الواقع فهبدأ لقيت الدنيا بتيسر معايا والدنيا مشيا يبقى خير أكمل لقيت في تعسير في عصر في مشقة يبقى تراجع إنسان بيقطب إنسانا واستخرب بنا وعدين راح تقدم للوالد كان قبل ما يروح كان يظن أن والدها يقول له المهر الفلاني والشابكة الفلانية ويعسر عليه ويشق عليه فوجد إن أب الفتاة قال له وإحنا ناشتريك لدينك واللي تقدر عليه ويسر له الأمور تيسير يكمل طيب هو استخرب بنا ورح تقدم أم عية البنت مرضت جلهم جلطة البيت حالو تشقلب أبوه تشدد عليها تعسير أتراجع استخارت ربنا رايح مشوار أنا هركب مواصلات وليكن عادة أنا أبقى قف وربع ساعة عشر دقيقة عشان أركب وفت ساعتين ثلاث عشان أركب مش عارف أركب خلاص يبقى تعسير أتراجع يبقى لو كان خير الله يويسره ولو كان شر الله تبارك وتعالى يصرفه عنا معنا اترصالاتي في أم محمد أيوة أيوة فاضلت الشيخ لو سمحت ممكن نسأل سؤال فضالي يا فضلت هو موضوع الحلقة عن يعني الدعاء وعدم الاستجابة ثاني يا فاضلت الشيخ أنا كان جوزي أنا مش عارف أقول جوزي أنا عشان واحد ما كان بيسرق محميل بيسرق محميل اه بيأكل من الحرام اللي هو موضوع الحلقة يعني ماشي ايوه المهم فاني انا معايا جزعيات معاك ايه؟ خرجت اوني يا محمد معايا جزعيات معاك ثلاثة اولاد معايا ولد وابنت تمام المهم فاني جاني يعني جاني زي احتاجت حالة نفسية بتبديه لربنا مش عارفة حاسة لربنا مش مستجد لده بس انا والله العظيمة كنت تعرف يعني عن الموضوع انتي اللي جات لك حالة نفسية؟ ها؟ عجياني زي حالة نفسية كده طيب ماذا؟ يوما دون فاني بديه لربنا واني بص بصارلي الفرد الفرد وحتى صلاة الفكر كمان صلاة الفكر الفرد الفرد لله يعني انا اهلي ناشئة ناشئة كويسة سبحان الله يعني ربنا ابتلاني بالراجل ده ثاني انا زي وقت بديه لربنا وربنا مش مستجد لي الراجل ده كان زوجك وتوفى يا امي يا اختي ها؟ الراجل ده كان زوجك وتوفى طب هو زوجك ولا من زوجك؟ زوجي بان ساد وانا عادة في بيته برضو وانت عادة في بيته وهو اللي بياخد مال حرام؟ نا كان اللوت كان الاول؟ ايوة كان ما عرفش الله هو اعلم ما احكمش ما احكمش احنا عيشتنا على قد انا كده بس انا يعني انا بص انا عايشة يعني الحمد اللي بقى تقوله على على اي حاجة ما اعيش يعني انتي حضرتك شكة في مصدر الرزق اللي جوزك بيجيبه بيكم ايوة اللي هو جابه الاول اللي هو جابه الاول طب وفي الوقت الحالي انت احنا كده نصيحة اعمل فيها حاجة و اود ايه اللي انت ربنا يشر عني حاضر يا اختي حاضر 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 فضلي فضلي اختنا السائلة يعني احنا ندعو الله تبارك وتعالى ان يعفو عنك وعن زوجك ويرزقكم الحلال الطيب انتي عليك شيء كان النساء في صدر العصر الاول نساء الصالحات كانت المرأة زوجها خارج تتعلق به تمسك فيه قبل ما يخرج تقول له اتقل الله فينا المرأة قبل جزها ما يخرج من البيت تتعلق به تقول له اتقل الله فينا ولا تطعمنا الا حلال فاننا نصبر على الجوع في الدنيا ولا نصبر على النار في الاخرة فانت يا اختي مأمورة انك انت تصنع مع ذوجك هذا ولا تكل فيه ولا تحمليه فوق طاقته حتى لا يبرر لنفسه ولا يجد لنفسه مبررا ان هو يأخذ شيء من حرام او يسعى لشيء من حرام اصبري معه على القليل اصبري على القليل والله تبارك وتعالى يبارك في القليل من الحلال ولا يبارك في الكثير من الحرام وتأتي البركة من عند الله في معافاة الولد لا طبيب ولا خلافه وتأتي البركة من عند الله تبارك وتعالى في معافاتك وتأتي البركة من عند الله تبارك وتعالى في معافاة هذا الزوج فتجد القليل قد بارك الله فيه فيكفيكم ويفير منه ولا تحمليه فوق طاقته وأمريه كل يوم وفي كل صباح اتق الله فينا ولا تطعمنا إلا حلال فإن لا نصبر على الجوع في الدنيا ولا نصبر على عذاب الله في الآخرة هذه واحدة وأما الثانية الحالة النفسية اللي أتت حضرتك ما عليك إلا أن تعودي إلى الله أنت تصلي أكثري من ذكر الله تبارك وتعالى أكثري من ذكر الله وأكثري من الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأكثري من الاستغفار فمن لذم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرج ومن كل ديق مخرج كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم فأكثري من الاستغفار وانطرح على عتبات رحمة الله واجع الله تبارك وتعالى فالله يستجيب 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 إذا لم يعجل لك الاستجابة إذا لم يعجل الله تبارك وتعالى الاستجابة في الحياة الدنيا رفع عنك من البلاء من الشر بقدر الدعاء الذي دعوت به الله إما أن يستجيب الله لك وإما أن يرفع الله عنك من الشر من الأذى بقدر الدعاء الذي دعوته لربك تبارك وتعالى وإما أن يدخر الله تبارك وتعالى لك هذا الدعاء ذخرا بين يديه يوم القيامة يكاتئك عليه بين يدي الله تبارك وتعالى فالحلال الحلال وإياكم والحرام فإن الحرام وإن كثر لا ينفع جمع الحلال الحرام على الحلال ليكثره دخل الحرام على الحلال فبعثره وفي الختام نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه وأن يبارك في أبنائنا وأن يعافي مرضانا ومرضى المسلمين وأن يرفع البلاء عن أمة النبي الأمين وأن يعافي الخلق الأجمعين في مشارق الأرض ومغاربها وأن يرفع عنا هذا الذاء والوباء إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو على كل شيء قدير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر